موسيقى السلام عليكم لشهر بالضبط وأستخدم البلاك بيري كي 2 حبيت أخذ بوقت طويل جدا أجرب هذا الهاتف وأنه يكون هاتف الأساسي الخاص بي طبعا هو متوفر من فترة فيه السوق السعودي بسعر 2630 نسخة الستة مع 128 جيجا بايت نسخة شريحتين مع خيار سداء شريحتاني بي الذاكرة خارجية البطارية 3500 ميلي امبيب بداخل الصندوق راح تلقى كتيبات الشاحة الموجود بداخل الصندوق هو QC 3.0 أي ما يعني 18 واط وسماعة الاذن واللي راح تدعم لك منفذ 3.5 وأيضا سلك USB الى USB type C أمانة كنت أتمنى أن يكون هذا الهاتف بسعر أقل من 2690 بما أنه يستخدم معالج سناب داك 660 وهو من فئة الهواتف المتوسطة يعني هذا أبرد شيء أو أكبر تحدي راح يواجه الشخص لإقناعه في شراء هذا الهاتف المحمول عموما الهاتف الهاتف يأتي بسماكة ثمانية ونص ملي متر والوزن كامله 168 جرام سماكة وزن أعتبرها ممتازة وشيء اللي يحسب لشركة بلاكبي مقارنة بعد ملافسين أنه دائما ما تبدأ في مسألة جودة تصنيم السلسلة السبع الاف للألمنيوم جوريلا جلاس الجيل الثالث تصميم وجود تصنيع حتى الملمث الموجود بالجهة الخلفية راح يوفلك مسكة جدا ممتازة وهذا أمر مهم لأنه هاتف يستخدم لوحة فاتيح حقيقية الهاتف طبعا أختلف من ناحية التصميم مقارنتا بالكي وان صار أنظف خاصة في الجهة العلوية اللي كانت بارزة بشكل واضح في الكي وان أختفت الطبقة الزجاجية نفسها أصبحت مدمجة بشكل أفضل مع الهيكل الخاص بهذا الهاتف المحمول الهاتف راح يقدمك متين موجودة بالجهة الخلفية بارزة لكنها ما هي مزعجة الهاتف راح يقدمك الأزرار خاصة بالتحكم بالنظام بأسفر الشاشة تدعم تقنية اللمس المتعدد الأزرار خاصة بالتحكم والصوت النكشة الخاصة بتشغيل واطفاء هذا الهاتف محمول ممتازة في زر إضافي راح يوفر لك إمكانيات كبيرة جدا في التحكم في إطلاق تطبيق معين مهمة معين اللي انت تبغى عكس كتير من المنافسين اللي بس مخصصين لبعض الأحيان لمساعد الشخصي الهاتف راح يقدم لك يوسبي تايب سي ومنفذ وحيد فقط للسماعة خارجية من السهل حجبة بينما الفتحة الأخرى هي فقط للمايكروفون طبعا الهاتف راح يقدم لك كاميرا أمامية مع نظام الار جي بي للال اي دي للتنبيهات وإذا هذا الشيء ما يكفيك فعندك الامبينت ديسلي موجودة على شاشة هذا الهاتف محمول نعم الهاتف راح يقدم لك تقنية البصمة وهي موجودة مع زر المسافة والاستجابة ممتازة والتسجيل البصمة مواجهت فيها مشكلة نهائية لوحة الفتح هو أبرث الشيء راح يميز هذا الهاتف مقارنتا بعدد هائل من الهواتف الذكية لوحة الفتح ممتازة من ناحية الجود تصنيع ممتازة من ناحية أنه في إضاءة خلفية والكتابة من خلالها ممتعة جدا نعم بإمكانك الحصول على منطقة للفارة للتحكم فيها من خلال تمرير الإصبع فوق الأزرار نعم بإمكانك التعليق على واحد من هذه الأزرار وتخصيصها في مثالة أي تطبيق أو أي من جهة الاتصال أو أي من المهام هذا الأمر موجود ونعم أنه ما قدرت أقنع نفسي أني أشوف في فارق كبير يخليني بالفعل أقدر لوحة الفتح هذه مقارنتا بلوحة الفتح الموجودة في كثير من الهواتف نعم وأكصد لوحة الفتح الموجودة في السوفتوير نعم أنا أتفق معك أنه هاتف من فتح الأعمال لكن ما أدري ما قدرت أقنع نفسي أني أقدر أقول لا تفهموني غلط لا تفهموني غلط اللوحة الفتح ممتازة لبداً لكن هل فعلاً راح يعني أستغني للوحة الفتح خاصة في السوفتوير ما أدري شاركونا برأيكم لو خيرت شاركني برأيك في خانة التعليقات عمواً نرجع لهذا الهاتف الهاتف راح يقدم لك نفس درجة الوضوح نفس المقاص ونفس نظام العرض الموجود في الكي وان واكس النسخة السابقة الشاشة وأيضاً درجة الوضوح وأيضاً 434 بيكسل لكل إنش مع نيتس 1080x1620 و 4.5 إنش طبعاً الشيء اللي لاحظته نستخدمه الجيل الثالث مقرنتاً بالجيل الرابع المستخدم ممكن عشان التكلفة تكون أقل مع أني لم أشبه هذا الشيء لكن أوكي طبعاً الشاشة من ناحية نظام العرض وهذا أبرز شيء راح يخليك تاخد هاته إنه مناسب للمستندات مناسب للإيميلات لكن في مسألة الملتي ميديا إذا كان عندك تلفزيون قديم نظام العرض 4-3 راح يكون ممتاز لكن الأغلب راح على 16-10 وفوق فما راح يكون مناسب لفئة الوصائق حتى إنه مع استخداماتي للإنستجرام أو السناب شات تلقى إن الصورة أو المحتوى مكسوس فمهب الأنسب في مسألة الوصائق الشيء الممتاز هي السماعة خارجية نعم سماعة واحدة ومن السهل حجبة لكن الصوت بالفل عالي وبنفس الوقت واضح وبجودة عالية جداً فما عندي أي مشاكل من ناحية جودة الصوت أما فيما يخص بالكاميرات فعندك كاميرتين موجودة في الجهة الخافية تليفوتو اللي تقريب بصري إلى مرتين 12 ميجابيكسل فتحت الآسة 1.8 و 12 ميجابيكسل فتحت الآسة 2.6 ما في مسبت بصري لكن عندك 4K فمن ناحية نتائج الصور أبرز ما تعاني هاتين الكاميرتين هي مسألة الألوان وأيضاً في مسألة White Balance أو موازنة اللون الأبيض تبصيل ممتازة في الإضاءة ممتازة في الإضاءة ضعيفة ستلاحظ أنه لازم تمسك الجوال بشكل ممتاز حتى لا يكون هناك تشويش لكن في مسألة الألوان و في مسألة موازنة النون الأبيض للأسف كان بالكاد يكون مقبول حتى أنه قلل من حجم البيكسل من 1.55 موجود في Key One إلى 1.28 وهذا شيء غريب بالصراحة الكاميرا 108 ميجا بيكسل محبي السيلفي مع خاصية الفلاش من نفس شاشة الهاتف المحمول يعني ممتازة من ناحية التفاصيل لكن نرجع و نقول أنه معالجة صور يعاني بشكل كبير من ناحية الألوان و من ناحية موازنة اللون الأبيض أخيراً و ليس آخراً في مسألة البطارية 3500 ميلي همبير وهذا الشيء اللي ميد هذا الهاتف أنه بالفعل زمن خاص بالتشغيل الشاشة وصل إلى 6 ساعات على الرغم من 3500 ميلي همبير إلا أنه المعالج ممتاز مع المهام اليومية وأيضاً مع الألعاب اللي اتطلب يعني مهو بالعالي لكنه كان ممتاز الصراحة معالج الصراحة من أفضل الهواتف يعني من فئة السناب لاجون 600 أعتقد أنه الأفضل لكن في مسألة البطارية الصراحة 6 ساعات 6.5 ساعة و QC 3.0 أتوقع أنه الهاتف بالراحة رح يصد معك إلى يوم كامل ما عنده أي مشاكل نظام الأندرويد الخام نظام الأندرويد 8.1 مع الخدمات وحزمة الخدمات الخاصة ببلاك بيري مثلاً القائمة الجانبية للتحكم ووصول بشكل سريع جداً الوجيت أو السنديق المعلوماتية التي تظهر من خلال التمرير فوق الأيقونة وأيضاً عندك نظام الحماية اللي ممكن يعطيك مستوى الحماية وكيف تحمي الهاتف المحمول يعني إذا كانت عندك معلومات مهمة جداً فهذا راح يقدم لك هذا الهاتف المحمول بالمختصة المفيد الـ Key 2 لابد أن يكون بصير أرخص البطارية ممتادة تصميم جداً تصنيع عالية جداً لوحة فاتيح لكن أرجع وأقول أنه هل بالفعل في شي راح يقنعك تأخذ الـ Key 2 الآن ما أعتقد شاركونا برايكو في خانة التعليقات إذا عجبكو فيديو ضغط على الزر اللايك إذا ما عجبكو ضغط على الزر الدسلايك وشوفكم أخير إن شاء الله السلامة